موسيقى أعزائي طلبة الصف الثالث تجاري أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس المحاسبة الإدارية موضوعنا لهذا اليوم هو تكملة الموازنات التخطيطية في الحلقة السابقة تطلقنا إلى الموازنات التخطيطية وقلنا بأن الموازنات التخطيطية هي قسمين القسم الأول منها التشغيلية والثاني المالية وبدأنا باستعراض الموازنات التشغيلية وقدمنا لكم موازنة المبيعات وموازنة الإنتاج وموازنة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج حلقتنا لهذا اليوم موازنة جديدة تسمى بموازنة مشتريات المواد الأولية موازنة مشتريات الأولية عادة ما تعد بعد أن يتم تحديد كمية المشتريات في الموازنة السابقة التي قلنا عليها موازنة كمية المواد المستخدمة في الإنتاج ولغرض استخراج مشتريات المواد الأولية لأي شركة صناعية أو منشئة أو منظمة نتنبأ بهذه الكمية من خلال المعادلة التالية كمية المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج والتي حصلنا عليها في الموازنة السابقة نضيف لها كمية مغزون المواد الأولية آخر المدة ونطرح منها كمية المواد الأولية أول المدة سيطلع لنا كمية مشتريات المواد الأولية إذن علينا أن نعرف مين جتنا هذه المعادلة المعادلة جدت أصلا من أنه متوفر لدى المنظمة من مواد أولية في بداية السنة نضيف لها خلال السنة ما نشتريه من مواد أولية المفروض يطابق ما نستخدمه في الإنتاج والمتبقي آخر السنة عليه خلينا آخر المدة يضاف وأول المدة يطرح لغرض أنه نفهم هذه الموازنة بشكل دقيق سنحل المثال الذي أمامكم أنه تنتج وتبيع شركة العراق للأثاث مناضد القهوة الآن تلبيانات المتعلقة بكمية المواد الأولية المتوقع استخدامها المتوقع استخدامها يعني هي كمية المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج لفصل الثاني سنة 2010 فضلا عن سياسة المنظمة بالاحتفاظ بخزين المواد الأولية منطيني البيانات التي تتعلق بهذه المادة لدينا نوعين تدخل في صناعة المناضد هذه اللي هو خشب السويدي وخشب البلوط ومنطيني تفاصيل المواد المتوقع استخدامها خلال نيسان ومايس وحزيران وإجمال الفصل أسعار هذه المواد 10 دنانير للمتر الواحد من الخشب السويدي 10 دنانير و20 دينار من خشب البلوط سياسة المنظمة تحتفظ بمغزون أو خزين آخر المدة بنسبة 20% إلى خشب السويدي و30% إلى خشب البلوط مع العلم أن كمية المواد الأولية المطلوبة للإنتاج لشارة تموز هو 15 ألف متر من الخشب السويدي و22 ألف وخمسمية متر من خشب البلوط نبدي نخطط الموازنة اللي رح نشتغلها موازنة مشتريات المواد الأولية ونجي نثبت كم نوع كم مادة أولية تدخل في الإنتاج هنا قدنا مادتين اللي هي الخشب السويدي وعدنا خشب البلوط نطبق المعادلة اللي تحدثنا عنها قبل قليل نطبقها على الخشب السويدي رح يطلع لي كمية أو قيمة مشتريات المواد الأولية من الخشب السويدي ونفس الحالة فيما يخص خشب البلوط إذن كمية المواد المستخدمة في الإنتاج زائداً كمية مخزون آخر المدة للمواد الأولية ناقصاً كمية مخزون أول المدة أيضاً للمواد الأولية رح تطلع لنا كمية مشتريات المواد الأولية من الخشب السويدي إذا ضربناها في سعرها في سعر شراء المتر الواحد رح يكون الناتج هو قيمة أو كلفة مشتريات المواد الأولية من الخشب السويدي في شهر ليسان 7800 هذه المواد المستخدمة وفي شهر مايس 10400 في شهر حزيران 13000 الإجمالي 3400 31000 عفوين 31200 حاصل جمع 7800 زائد 10400 صار عندي 18200 زائد 13031 1200 مغزون آخر المدة لاحظ أنه سياسة الشركة تحتفظ بالمواد الأولية من الخشب السويدي وخشب البلوط بنسبة 20% 30% أنا ضحل بالسويدي إذن معناها 20% مغزون آخر المدة 20% من الشهر التالي من الشهر الذي يلن ليدا نعده إحنا فإذا إحنا في نيسان لازم نأخذ 20% من مايس يعني 10400 في 20% 0802 هذا خذناه من هذا في مايس نأخذ من الشهر التالي اللي هو يا شهر شهر حجيران اللي هي 13000 في 20% 20% يطلع 2600 في شهر حزيران لازم نأخذ من تموز تموز ما موجود داخل هاي الموازنة تموز ما موجود داخل هذه الموازنة عليه نروح نبحث بالسؤال هل أكم معطيات بالسؤال الدل على أنه معلومات لشهر تموز لاحظوا الفقرة اللي قبل المطلوب إنه المواد الأولية المطلوبة للإنتاج داخل تموز 15000 متر من الخشب السويدي ف15000 في 20% رح يكون 3000 إجمال الفصل هو آخر رقم آخر مخزون رح يكون عندي اللي هو 3000 ناقصا مخزون أول المدة قدنا قاعدة مرت عليكم بالصف الأول وبالصف الثاني إنه رصيد آخر المدة لليوم هو رصيد أول المدة لباشر رصيد آخر المدة ليوم أمش هو رصيد أول المدة لهذا اليوم رصيد آخر المدة للشهر الثالث هو رصيد أول المدة للشهر الرابع ورصيد آخر المدة للشهر الرابع هو رصيد أول المدة للشهر الخامس إحنا هنا استخرجنا مخزون آخر المدة لشهر نيسان معناها إنه هذا رح يكون هو أول المدة في الشهر الخامس اللي هي 2080 يكون سالب وعندي 2600 بـ 31 خمس رح يكون هو في 1 ستة أول المدة و الـ 3000 رح تكون على الشهر السابع أول تموز أول تموز ضمن الفصل الثالث فعليه رح نستبعد اللي يبقى عندي هو مخزون أول المدة للشهر الرابع للشهر الرابع معناها هو رصيد آخر المدة للشهر الثالث الشهر الثالث لو نجي نحسب 20% من الشهر التالي يعني من شهر نيسان فعليه رح يكون 7800 في 20% صفر 16 بيد واحد خمسة واحد إذن كمية المشتريات رح تكون عندي بالنسبة للشهر النيسان 7800 زائد 2080 ناقص 1560 9880 ناقص 1560 صفر 22 38 8320 سعر المتر الواحد 10 دنانير رح يصير 83 120 نجي على الشهر الثاني 10 040 و 2600 رح يصير 13 13000 نطرح منها 2080 اللي هو رصيد أول المدة رح يكون 0 2 9 10 10 920 سعر المتر أيضا 10 دنانير رح يكون 109 1200 الشهر الأخير 16000 يروح 2600 يبقى 13400 على 10 دنانير رح يكون 134 30000 إجمال الفصل بالنسبة لمخزون أول المدة هو ما ابتدأ به الفصل وهو 1560 نجمع 8320 زائد 10940 زائد 13400 اللي هي كمية مشتريات المواد الأولية 0 200 زائد 24 3 زائد 9 12 زائد 4 16 9 و3 12 و2 3 في عشرة اللي هو السعر رح يكون عندي 326 1400 هذا ما يخص قيمة الخشب السويدي نفس العمليات رح نجيها الآن على خشب البلوط خشب البلوط سياسة الاحتفاظ ستكون 30% مخزون آخر مدة وسعر الشراء 20% وهذا هي حسب ما جاية ومن معطيات السؤال 30% مخزون آخر مدة وسعر شراءها للخشب البلوط 20 دينار ومشتريات المواد المتوقعة استخدامها 22500 رح ناخذ نفس الخطوات اللي مرت علينا بالخشب السويدي أكتب خشب البلوط كمية المواد المستخدمة في الانتاج زائد كمية مخزون مواد أولية آخر المدة ناقصا كمية مخزون المواد الأولية أول المدة رح يساوي لي كمية المشتريات للمواد الأولية وأضرب في سعر الشراء رح تطلع لي قيمة مشتريات المواد الأولية لاحظ عجيز الطالب أنه نفس القانون أو نفس المعادلة استخدمتها في الخشب البلوط حتى لو كانت تأتي ثلاث مواد أو أربع مواد أو خمس مواد أولية تدخل في صناعة منتج واحد أبقى أكرر نفس المعادلة ونفس القانون في سبيل الوصول لكل مكون أو لكل مادة أولية لكل مادة خام وبالتالي حاصل جميع كل هاي المواد الخام رح يكون هو القيمة النهائية لذلك المنتج أو القيمة الشرائية لذلك المنتج رح نأخذ المواد المستخدمة في ما يخص خشب البلوط اللي 11700 ورح نأخذ 15600 و 19500 وإجمالي الفصل اللي هو 46800 مغزون آخر المدة 30% ومثل ما وضحنا هنانا بالسابق إنه 30% من الشهر التالي يعني إحنا بنيسان إحنا نأخذ مين نأخذ من مايس إحنا بمايس نأخذ مين من حزيران إحنا بحزيران نأخذ من تموز بحزيران 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 إنه المشتريات 22500 بحزيران 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 28-2-5 0-15-1-76 ومغزون آخر المدة للفصل الثاني رح يكون هو ما موجود رصيد آخر المدة بشهر حزيران يعني 6750 مغزون أول المدة نفس الملاحظة اللي ذكرناكم بها اللي عندنا الصف رابع أو بالخامس كل مغزون أول المدة هو عبارة عن رصيد آخر المدة للفترة السابقة أي رصيد آخر المدة لشهر نيسان هو رصيد أول المدة لشهر مايس يعني رصيد آخر المدة للشهر الرابع نيسان هو رصيد أول المدة للشهر الخامس هذا 4680 خليه بإشارة سالب لأنه بالمعادلة ناقص رصيد آخر المدة لشهر مايس هو رصيد أول المدة لشهر حزيران 5800 و850 يبقى عندنا رصيد آخر المدة لشهر نيسان هو رصيد رصيد أول مدة لشهر نيسان هو رصيد آخر المدة لشهر آذار رصيد أول المدة لشهر نيسان يعني رصيد واحد أربع هو رصيد آخر المدة لشهر آذار أي رصيد واحد وثلاثين ثلاثة إحنا كيف نستخرج رصيد آخر المدة لشهر آذار نستخرجه من خلال 30% من مبيعات الشهر اللاحق الشهر التالي أي 30% من شهر نيسان شهر نيسان المواد المستخدمة في 11700 في 30 بالمية الصفر 21 53 بالسالب ونصف المعادلة يعني 11700 زائد 4680 ناقص 3510 11700 زائد 4680 081316 ناقص 3510 07882 18870 سعر الشراء 20 دينار 01417 5 2 نفس العملية ما يخص شهر مايس المواد المستخدمة هي 15600 زائد مغزون آخر مدة 5850 21450 نطرح من عدها 4187 16 16770 في 20 دينار 014 15 32 30 30 30 014 13 13 33 30 حجيران بنفس الاسلوب المستخدمة 19500 زائد مغزون آخر المدة 6750 صار 26250 صار 26250 ناقصاً 5850 12 24 20400 على 20 دينار تصير 804 اجمال الفصل مايخص المواد المستخدمة هو حاصل الجمع 46800 مغزون آخر المدة هو آخر رصيد 6750 رصيد أول المدة هو أول رصيد ابتدأ به الفصل اللي هو 3510 هذا يكون بإشارة سالب كمية المشتريات 12870 زائد 16770 زائد 20400 نجمعهم 0 7 7 14 9 16 22 24 10 1 4 5 على 20 دينار إذن 0 28 مليون وثمانين رح نسل عندي السي القيمة النهائية لكافة المشتريات قيمة مشتريات المواد الأولية هاي الكلية من الخشب السويدي زائد خشب البلوط استوي حاصل جمع بين خشب البلوط وخشب السويدي هذا اللي يطلع عندي ما يخص مشتريات المواد الأولية من الخشب السويدي زائداً هذا الرقم اللي طلع عندي مشتريات المواد الأولية من الخشب البلوط نجمع الرقمين رح تطلح هي قيمة المشتريات الكلية لشهر نيسان ستمية صفر أرباطعش ثلاثة ثلاثمية وأربعين ألف وستمية نجي على شهر مايس أيضا قيمة قيمة المشتريات عشرة ألاف مئة وتسعة ألف ومئتين زائد إلى ثلاثمية وخمسة وثلاثين ألف واربعمية رح يكون عندي ستمية أرباطعش أربعة أربعة الشهر الأخير من الفصل الثاني اللي هو حجيران أدنى مئة وأربعة وثلاثين ألف زائد أربعمية وثماني ألف أصنعش أربعة خمسة أجمال الفصل هو حاصل جمع تلاثمية وأربعين وستمية زائد أربعمية وأربعة واربعين وستمية زائد الخمسمية وثين وأربعين ألف أي صفرين ستة أصنعش أدنى واحد خمسة وثلاثين سبعة أربعة أثمانية أصنعش أربعة أثمانية وخمسة ثلاثتعش إذن المجموع النهائي سيكون مليون وثلاثمية وسبعة وعشرين ألف ومئتين هي قيمة مشتريات المواد الأولية من الخشب السويدي وخشب البلوط خلال الفصل الثاني من سنة الفين وعشرة أي خلال شهر نيسان ومايس وحجيران ننتقل الآن إلى موازنة أخرى وهي موازنة الأجور المباشرة الآن ننتقل إلى موازنة أخرى من الموازنات اللي هي موازنة الأجور المباشرة تعد هذه الموازنة بالاعتماد على موازنة الإنتاج اللي شرحناها في المحاضرة السابقة حيث أن كل وحدة منتجة أو كل وحدة إنتاج مخطط إليها أو كل وحدة إنتاج مقدرة كم تستغرق في إنتاجها من الوقت أكو وحدة واحدة قد نحتاج إلى ثلاث ساعات وأكو وحدة قد نحتاج إلى ساعتين فعلينا أن نعرف كم الوقت اللي رح نستغرقه في إنتاج هاي الوحدة الواحدة عليه نحتمد على موازنة الإنتاج اللي تحدد لنا معدل الساعات وكنا لك أجر ثابت لكل ساعة إنتاج رح يتقاضاها العامل للإنتاج ونستخرج الإنتاج في على الساعات رح تطلع الوقت اللي تستغرق إنتاج الوحدة الواحدة ثم كل ساعة بيس رح تأخذ فلوس يطلع لي هو إجمالي الأجور أو إجمالي العجر لتطبيق هذه الحالة رح نأخذ هذا المثال اللي تنتج وتبيع شركة العراق هاي باعتمادة عن نفس المعلومات السابقة مناضد القهوة والآت البيانات المتعلقة بكميات الإنتاج وساعات العمل اللازمة لإنتاج كل وحدة ما أفرزت أني موازنة الإنتاج إنه وحدات المنتجة خلال الفصل الثاني هي نيسان 7800 بمايس 10400 وبحزيران 13000 وحدة كل ساعة كل وحدة من هاي الوحدات تحتاج إلى ساعتين عمل كل وحدة تحتاج إلى ساعتين عمل وكل ساعة أجرها هو 10 نانير إذن سنثبت الإنتاج اللي هو كمية الإنتاج اللي وارده بالسؤال 7800 10400 وحزيران 13000 وحدة كل وحدة تحتاج عدد الساعات اللازمة لإنتاج وحدة واحدة اللي هي ساعتين نضرب كمية الإنتاج في عدد الساعات رح تطلع عدد الساعات اللازمة للإنتاج كله هذا الانتاج اللي يطلع لنا كله رح نضرب في أجرة الساعة الواحدة رح رح يساويلي مجموع الأجور المباشرة الكلية لو نجو على شهر نيسان 7800 نضربه فيه ساعتين رح نحتاج صفرين ستعش 15600 ساعة عمل 18600 ساعة عمل حاصل ضرب الثين في سبعة وثمان مية لو نجو على مايس رح نحتاج إلى 2800 ساعة عمل اثنين في 10400 ولو نجو على حجرة رح نحتاج إلى 26000 ساعة عمل خلي أسوي مجموع الإجمال للفصل 7800 زائدا 10400 زائد 13000 رح يكون عندي 31200 وحدة في الثين اللي هي حاصل الجمع 15600 زائد 2800 زائد 26 هاي 46 61 61 6400 أجرة الساعة الواحدة موجودة بالسؤال كل ساعة إلى 10 دنانير نضرب نضرب في 15 600 لعني 156 ألف دينار هي مجموعة الأجور المباشرة المخططة أو التقديلية لشهر نيسان في مايس و 24 و 24 ألف دينار كأجور مباشرة كلية أعزائي الطلبة إلى حلقات قادمة إن شاء الله نواصل بها تكملة الموازنات التشغيلية مني لكم دعاء بالتوفيق والنجاح إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته